مشاهدي الشوف تيفي لما كنتم أهلاً ومرحباً بكم في الموجز الرياضي أكد أحمد غيبي رئيس لجنة المسابقات بالدوري المغربي وعضو بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المغرب سيحافظ على المقعدين في دوري أبطالي أفريقيا الموسم القادم على الرغم من الخروج المباكل المؤتل الثاني لكرة القدم الوطنية الفتح الرباطي في أمجد الكوسي الأفريقية بالكوديفور وبعدها الخروج المباكل للمغرب التطواني في دن الدوري الأول وضاف أحمد غيبي أن المحتل المركزي الأول هي الفائز بدرعي الدوري ووصيفه هذا الموسم سيشاركاني في دوري أبطالي أفريقيا وسيخوضاني الأدوار التمهيدية والذي يكون معفيني منها تمكن فريق الجيش الملكي من التأهل إلى دور المجموعات من منافسة كاس الاتحاد الأفريقي بعد الفوز على فريق أزام يونيتد التنزاني بهدفين مقابل هدف الفريق التنزاني كانت سباق إلى التسجيل بواسطة ميكايل ويلفر من ضربة خطأ في الدقة السابعة بعدما التطمت الكرة بالحائط خمس دقائق بعد ذلك يعلن الحكم عن ضربة جزاء نفذ عبد الرحيم شاكر بنجاح ليعيد المباراة إلى التكافؤ ويحتفل بتسجيله بالهدف بطريقة تعلن تضامن لعب الجيش الملكي مع الجماهير المعتقلة فيما باته يعرف بالخمس الأسود بالبيضاء وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين مصطفى العلاوي يسجل هدف الثاني والأخير في المباراة عبد الرزاق خير يتحدث عن هذه المباراة دول بداية ما كانش عندنا واحد توازن داخل الفارق وعانينا من المساوخ الدفاع اليوم لكن رغم ذلك فاللي مهم هو التأهيل وتمنعوا إن شاء الله في المقابلة المقبلة باش نستجعى جميع اللاعبين ديوننا إن شاء الله وبهذا الفوز يتأهل فريق العساكر للدور ما قبل دور المجموعات من كأس الاتحاد الإفريقي ودائما في المنافسات الإفريقية خرج فريق الفتح الرباط من ثمون نهاي دور أبطال إفريقي لكرة القدم بعد العودة بتعادل إنسلبي من الكود إفور أمام سيوس بورا الإفوري وسيطر أبناء المدرب جمال السلام على المباراة من بدايتها حتى نهايتها لكن دون فعالية لينتهي المقابلة بالسفر لميتلي ليخرج من دور الأبطال ويمر للمشاركة في كاس الاتحاد الإفريقي تجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهب بمجمع الأمير مولي عبدالله بنرباط انتهت متعادلة بهدف لميتلي وفي دور الشلنج نجاح فريق الكوكب المراكشي في حج بطاقة التاهل إلى نهاي دور الشلنج بعد تفوق على نادر السينغ البيضاوي بضربات الترجيح أربع مقابل هدفين بعدما انتهت المباراة التي تحتضن ملعب الأبجيغو بمدينة البيضاء بالتعادل السلبي بين الطرفين هشام الدميعي مدرب الكوكب المراكشي عاقب هذا التأهيل ناس باللعبين ديولنا يعني قاموا بالطور ديالهم طبقوا التعليمات أنا بيامي تريزي نطر ودفرسر ديفونسيف مو جاولنا فرص ماشي ما جاولناش فرص ولكن ما كانش الفاعلية المعهودة أضف إلى دا كناتنا عرفوا أنه فريق الاتحاد النهضر البيضاوية فيعني الطور الأداء دياله بشكل الملحوض خلال دورات الأياب ويطلنا عرفوا بأنه وصبحت لعب واحد الكورة جميلة والخطورة ديالته واضحوا كنا عارفينها جدير بالذكر أن النظام بطولة الشالنج يشارط على الأمدية المشاركة فيه بثلاث لاعبين من الفريق الرديف على الأقل وعربينا هذه المرة انهار فريق اتحاد العاصمة الجزائري أمام نادي بيطاما القابوني وتلقت شباكوتولاتية كاملة في المقابلة التي أقيمت أمس بالقابون ضمن أياب الدور التمن النهائي من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ليودع بذلك ممثل الكرة الجزائرية منافسات كأس الكف من الباب الضيق بعدما فقد حضوضه في هذه المغامرة القارية بعد تعادل سلبي في لقاء الدهب بالجزائر وفي كرة الطائرة أحرز فريق الجيش الملكي للذكرة الكأس الممتازة في كرة الطائرة للموسم رياضي 2011-2012 يترفوزي على فريق الاتحاد الرياضي بثلاث جوالات للا شيء 25-22 و25 مقابل 21 و25 مقابل 17 في اللقاء الذي جمع بينه معاشيات أمس بقاعة زيات بطنجة وللإشارة فإن فريق الجيش الملكي كان قد فاز بلقب كأس العرش فيما أحرز فريق الاتحاد الرياضي لقب بطولة القسم الممتاز تمكن فريق أياكس أمستردام الهولندي من الحفاظ على لقبه كبطل للدور الهولندي للموسم الثالث على التوالي وذلك بتحقيق اللقب الثاني والثلاثين له في الدور الهولندي جاء ذلك بفوز عريض على ضيفه في لامدو بخماسي نظيف برسم الجولة الثالثة والثلاثين من البطولة الهولندية وحقق أياكس اللقب على بعد جولة واحدة من نهاية الدور حيث رفع نقاطه إلى تلاثة وسبعين بفارق أربع نقاط على غريمه الأزالية ينظوفنا الهولندي الذي ضمن المركز الثاني والعبور لدور التمهيد لمسابقات دور أبطال أوروبا بهذا مشاهدي شوتيف نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموجز في أمان الله